تسريب أجزاء من امتحان الفيزياء وزارة التربية والتعليم بتقول لا لم يحدث أنه تم تسريب بواسطة أحد واضعي الامتحان بل أنه المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ شادي زلطة قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بتشكيل لجنة بشكل عاجل للتحقيق في الادعاءات اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على فيسبوك من قبل أحد الأشخاص اللي قال أنه أحد أعضاء اللجنة اللي قامت بوضع امتحان الدور الأول للسنوية العامة في مادة الفيزياء بإعطاء دروس خصوصية لعدد من الطلاب قبل الامتحان وأنه قام بتسريب أجزاء من هذا الامتحان طيب إيه نتائج التحقيقات؟ نتائج التحقيقات بتقول لا توجد أي مطابقة بينما تم تداوله من فيديوهات مع أسئلة الامتحان على النحو التالي أولا وعجبني جدا التفنيد اللي عاملاء الوزارة واللي كان بيتكلم فيه شادي زلط الفيديو الأول المتداول تناول شرح لتكوين الهولوجرام مع وضع بعض الرموز على الأشعة زي X و Y حلو؟ أدي واحد اتنين الرسم الموجود في الفيديو يختلف بالكلية عن الرسم اللي موجود في الامتحان وأنه المسميات في ورقة الامتحان تختلف عما تضمنوا الفيديو الأول طيب السؤال المتداول بقى في الفيديو هو يشبه الأسئلة اللي بتتضمنها الكتب الخارجية المتداولة في المكتبات واللي موجودة عند الطلبة طيب تعالوا نخش على الفيديو التاني الفيديو التاني واللي برضو متداول وبيتناول شرح سؤال لتحويل الجالفانوميتر لفولتميتر لنفس فكرة امتحان فيزية دور العام الدراسي 2020-2021 حاجة من ثلاث سنين طيب الرسم اللي موجود في الفيديو يختلف عن اللي موجود في الامتحان وفي الأرقام لأنه شدة الطيار اللي في الدايرة اللي في الفيديو 2MA أما اللي في الامتحان فكان مكتوب عليه 0.01A يعني حاجة تانية خالص كمان أرقام فروق الجهد اللي في الفيديو بتختلف عن الأرقام اللي محطوطة في المسألة وأن السؤال المتداول في الفيديو أيضاً يشبه أسئلة كتير من امتحانات سابقة وبرضو موجودة في الكتب الخارجية المتداولة بيوضح المتحدث الرسمي أن الشخص محل الإدعاء ده اللي قيل أنه قام بتسريب الامتحان هو بيخضع بالفعل حالياً للتحقيق بالمناسبة من قبل الوزارة وكل الجهات المعنية ده تصلة نظراً لقيامه بإعطاء دروس خصوصية لمجموعة من الطلاب وأنه ده يتنافى مع موانع مشاركته في لجنة وضع الامتحان أظن بهذا التفنيل للفيديو الأول والفيديو الثاني والأسئلة والأرقام قطع شك بيقين أما الإدعاء على أحد الأسات زي بأنه قام بالتسريب وأنه هذا الرجل في لجنة وضع الامتحان فبيتم التحقيق معاه بالفعل ليه؟ لأنه خالف القواعد مش من حقه يدي دروس خصوصية طول ما هو في هذه اللجنة وبيتحقق معاه وننتظر نتيجة التحقيق